الرسالة التانية لنا فيه موضوع الامطار وبعض هطول الامطار وده محدد لكل النباتات بشكل عام وخصوص النباتات الغضة منها زي نباتات الخضر الوخراقية او الخضر السمرية او اللي هي زراعات المكشوفة او كما تسمى بالاوبنفيلد او اذا كان في عندك مشكلة متعلقة برضو في البيوت المحمية بشكل عام لازم يكون عندك تاخد بالك ان مع هطول الامطار بتبدأ يحصل الارتفاع للرطوبة النسبية وده معنى ان يا جماعة لازم ناخد بالنا ان في المراوح لازم تكون شغالة بنسحب فيها رطوبة من الداخل للخارج علشان نحمي النباتات من الامراض الفطرية والبكترية مع بعض لان سعاد بيصاحب ده كله مع بعض بيجي في نفس الوقت ناخد بالنا من ان هذا الوسط الملائم لنمو الامراض الفطرية والبكترية هو ده الاساس في زيادة الامراض وبالتالي لازم ان احنا نخلي بالنا من موضوع الرطوبة نسبية ونبدأ نسحب الرطوبة من الداخل ونطلعها للخارج ولازم نرش مناباتاتنا بالمبيدات الفطرية التي تعمل على عدم وجود وسط ملائم لنمو الامراض الفطرية والبكترية ناخد بالنا من المحدد ده وده اساسي جدا جدا بالنسبة لنا في موضوع بعد هطول الامطار مباشرة وده بتبقى بداية مشاكل بتحصل لنا لان احنا الفطرة اللي جاهب فيه دخل عندنا جو برد وبيبقى فيه رطوبة نسبية نوعا ما بعد هطول الامطار وبالتالي بتبدأ تنشط معنا فطريات البعض دقيقي وايضا البوتوريتس او كما يسمى العفن الرمادي وايضا بعض الامراض الفطرية والبكترية الاخرى ناخد بالنا من ده ونرش مركبات فطرية تعمل على مكافحة والوقاية من الامراض الفطرية والبكترية وطبعا من ضمن الحاجات المهمة بده استخدام مركبات الساديازول او كما يسمى النحاس العضوي استخدام ايضا مركبات الهايدروكسيد النحاس في النباتات طبعا يكون في فترة اللي هي عدم وجود اظهار طبعا يحبز نحاس اثناء وجود اظهار لذلك الساديازول ممتاز جدا جيلوكونات النحاس ممتازة جدا او مركبات الميتالكسيل او المانكوزيب او اي حاجة تكون ممكن تبقى جهازية او غير جهازية المهم انها تبقى مركب او مبيس فطري ملائم